أيها الإخوة أيها الأحبة نحن على مشارف شهر عظيم شهر رمضان المبارك الذي قال الله جل وعلا فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فشهر رمضان المبارك أنزل الله جل وعلا فيه القرآن وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم فيه وكان السلف صالح رحمهم الله يتفرغون في شهر رمضان للقرآن فهو شهر للقرآن الكريم كما بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ثم وصف الله جل وعلا ما يكون في هذا الشهر فقال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه الله سبحانه وتعالى شرع الصوم لحكمة بيّنها سبحانه وتعالى وهي التقوى فقال جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أي أن التقوى تتبين وتتجلى في أعظم صورها في شهر رمضان بل إن أعظم ما يتجلى في شهر رمضان هو الخشية والخوف من الله بالغيب قال الله جل وعلا واصفا عباده المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب لماذا لا يكون كذلك والمسلم يترك شهوته وشرابه وطعامه ولا حاجة إلى أن يراه أحد أو أن يرأي به كل ذلك خشية من الله جل وعلا وحده ولذلك الله سبحانه وتعالى بيّن في الحديث القدسي فضل شهر رمضان بل عفوا بيّن الله جل وعلا شهر الصوم فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي والله جل وعلا وعد أهل الصيام بجزاء عظيم في الجنة وخصص لهم بابا من أبواب الجنة هو باب الريام فأوصي نفسي وإياكم بأن نقوم في هذا الشهر بأعظم ما يقوم به المسلم وأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بما يفعله ويطبقه في هذا الشهر من قراءة للقرآن ومن صدقة ومن سلة للأرحام ثم نجتهد غاية الجهد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر فإن فيها ليلة هي من أعظم الليالي العمل فيها يعادل ما يزيد على ثلاث وثمانين سنعة كما وصف الله جل وعلا ذلك في سورة القدر فقال خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر وهذا وصف عظيم فالعمل فيها يكافئ ثلاث وثمانين سنة وزيادة والدعاء فيها مستجاب فكان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان يعتكف ويشد المئزر كناية على أنه يترك الجماع ويتفرغ لعبادة ربه جل وعلا فأوصي نفسي وإياكم بالحرص على هذا الشهر واقتنامي أوقاته فيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعزقنا صيامه وقيمه على الوجه الذي يرضيه عننا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد